يبدو أن دعايات إعادة الإعمار التي يتحدث عنها مسؤول محافظة الأنبار تتهاوى مع زخات المطر لتكشف مياهها حقيقة ما تم إنجازه بالفعل من خدمات أساسية لصالح السكان منطقة 7 كيلو في الرمادي إحدى أبرز الأمثلة على معاناة السكان مع فصل الشتاء حيث الحياة اليومية شبه المشلولة من جراء برك المياه وغرق المنازل وتعطل مصالح السكان هذه الأوساخ وهذه المياه خاصة بالأمطار زي نقعد نتذى لا مجاري موجودة لا صرف صحي موجود فنطالب الحكومة ونحن بسنة 2023 مثل ما تقول الدنيا اطورت ونحن بعدنا نرجع لي وراء السيام المطر بعضهم المدارس لا يذهبون إلى المدارس وهس بعض المناطق لا يمكن أن يطلع البيت مي يعني هاي مطرتلها حوالي أسبوع العالم لا تقدر لا تذهب إلى المدرسة لا تقدر تذهب إلى السوق وسط هذه المأساة يستذكر سكان منطقة 7 كيلو إخوتهم الذين لا يزالون في المخيمات مؤكدين أن لا فرق بينهم وبين النازحين والمهجرين يعني وما تفرق عن النازحين ما نفرق عن النازحين بايش يعني حالي حالي نازحين مجرد أكون حياطين هم مخيم وهاي صار لنا أكثر من أسبوعين المي غرق بيوتنا يعني سياراتنا قربت عطلت سياراتنا بيوتنا كلها غرقت المي دخل داخل بيوتنا احنا كلي تتمرنوا هاي يديد تشوفي حات قالوا نالي وبشكل عام فإن مظاهر الإعمار في الرمادي لم تتعدى الشوارع الرئيسة يقول سكان منطقة 7 كيلو أولى أعمار كلها بس بالشوارع والرئيسية وهنا نعاي فيها المنطقة تايحة لا كاتلها الجوع وكاتلها العطش الله وكيل لك كهربار هل سريد انصعد مي ماكو الله وكيل لكم محمى كافي لك شوف هاي شوفت عينك شوف بحيرات الله وكيلك ع السد قاعدين مو ببيوت ما زال فصل الشتاء وأمطاره في السبع كيلو وباقي مناطق الأنبار يكشف كل عام عن الإهمال وتهالك البنى التحتية والحال نفسه في معظم محافظات العراق ترجمة نانسي قنقر